اسألك سؤال كده ومحدث سمعنا ايش يعني من العساوية وانا قاعد في العساوية وفي يوم الايام روحت عند زملتنا الاستاذ عزة مصطفى لقيت رئيس الجمهورية بيكلمني بيقول لي انا بشيت بيك وبشيت بكتاباتك وبشيت بالفكرة اللي انا سمعته لما روحت العساوية تاني بقى فكرت في ايه هي العساوية هي اللي جات لانهم كلموني كلهم ليلتها وحتى فاكر خيالي كان زعلان ان انا قطعت سيادة الرئيس لما قلت له شكرا واللي تسمع للاخر فكانت لحظة حلوة جدا بعيد عن الفرحة الشخصية هي كانت لحظة مهمة لها ككاتب مهمة للمهنتي وللمهنة كلها انا حاسن كان فيها تكريم مش بس لها كعبد الرحيم كمال يعني لا لفكرة الكتابة لان ساعات بيتقال ان الدولة مش مهتمة بفكرة الكتابة مش مهتمة بفكرة الثقافة الفن ده اخر اولوياتها دول شوية فنانين فلا قلنا ان رئيس الدولة بيحترم الفن ومدرك دوره اسعدني جدا حاستنا انا كده مبسوط يعني حاستنا انا عملت اللي عليا وبقى اللي فاضل في اللي عليا كتير وبقى مسئولية كبيرة جدا 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 فكاد فرحة مشوبة بالمسئولية مشوبة باحترام الواحد لنفسه والمهنته دولة ط Lieدا بالمسئولية